اشتركوا في القناة 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 او كين طعم اخرى خاصة ممكن انك تشريها من الانترنت فسماكة القرن كيف تعرفوا اخواني اخواتي هي من اسماك كيف تarnosك ويحصل اللي ويحصل اللي انترنت وهذا اصدركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعض الاشعب اللي كتكون في يعني في السدود وفي الأنهار وما اللي كتكون في القاع او حتف ربما حتف على السطح يعني كيف خبرتكم مسألة الديدان قليل فاش كنشوف شي شخص يعني كيقوم باستياد سمكة الكارب يعني بالديدان الاغلبية كيقوم باستيادها يعني عن طريق يعني الاما الماييس يعني الضرة او عن طريق يعني يعني العجينة او عن طريق كيف قلت لكم يعني يعني طعم خاص كيكون يعني في الانترنت يعني ممكن انك تشريه بخصوص يعني الوقت المناسب باش انك تقوم باستياد الاسماك بشكل عام اكيد انتقدي رياضي يكون اكيد معي في هذه المسألة وهو يعني اه ممكن انك تقوم باستياد ديرم يعني في الصباح الباكر او في المساء يعني تقريبا الاسماك تكون يعني اه يعني اه يعني كتتحرك اه ببوتيرة خاصة يعني في الفترات هذه اه النوع الثاني وهو يعني سمكة البرش سمكة البرش هي اجيبه السمكة دي. انا شخصيا قمت باستيادها يعني عن طريق اذاك الديدة للحرشة او الدودة الحرشة كما نعرفوها احنا اللي نصيده بيها الحوت في البحر. صراحة جربتها هنا او تبارك الله يعني يعني سيط بيها يعني سمكة البيرش سمكة البيرش سبحان الله وخي يكون واحد ما عمره ما صيد في حياته كاملة. ممكن ان صيدة سمكة البيرش سمكة سهلة في الاستياد. اا ما كتلزمكش لوازيم خاصة اا وخد صيدة يعني بالطرقة العادية بدون قصبة ولا هذا. اا غير لازم انك توضع اا صنارة صغيرة واحد المسألة اللي خسني ضروري ان اكد عليه وهو ان يعني الاستياد بالانهار ولا بالسدود لازم كتحتاج رخصة يعني في بعض الاماكين اا يعني هي اا قد تاخد حياتها مخالفة اا الى لقاك القرد مثلا وكتصيد ما اسميته يعني 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 غير مهم كاسميته ملحوظة ان يعني الاستياد بالانهار ولا بالسدود لازم انها تكون عندك رخصة خاصة لكن الى بغيتين انت من الباب المرح ولا دم على العائلة ديرك والاسرة ديالك لك تغدي تقوم غير بالاستياد طريقة عادية يعني ما فيها اشتب لازميته هذا الكرة جدا يعني احاول امكان ما تصيدوش يعني اتفادوا اتفادوا بصفة نهاييا ايه لاكم تصيدو الاسماك الصغيرة يجدوها بشكل نهائي الحفاظ على البيئة او الحفاظ على الترياي السماكي وما الي甚 ارور القليل قمت ب堂ل المساء لهذه السمكات البيرش نرجع يمكن أن تستطيع أن تكون مددن عن طريق الحلزون طبعا الحل الغالبية التي يأتي والأخوات التي يكون مع العائلة يصيدون عن طريق البابوش لا يعرف بالبابوش بالبلاجة المغربية أو الحلزون يموت عليها البيرش أو بالدن و العجين في بعض المرات في بعض المكان لكن الأغلبية تستطيع الحلزون السمكة الثالثة وهي البلاك باس البلاك باس هذا النوع لا يمكن أن تصيده لا يوجد في الجوانب قليل الطعم الخاص لتصيد هذا النوع وهو الطعم الإصطناعي البلاك باس قريبا السمكة الفريدة من النوع وهي الجميلة جدا عند الرياس و يريد أن يصيدها لكن يصيده بالطعم الإصطناعية ما يمكن أن يصيدها من خمسة درام و يمكن أن تصيدها من خمسة درام و أكثر بطبيعة الحال و يمكن أن يصيدها هذا المدد للجميلة من الخمسة يمكن أن يصيدها من خمسة درام و من خمسة درام يدخل الوسط للسد هي سمكة قطرعة وكتصيط يعني سمكة صيادة هي كتبحت على الطعوم على الفرائز وعلى الغداء وهي سمكة صيادة يعني كتفترس الأسماك الصغيرة وما عائدة ذلك لكن صراعا في المكان ما عمرني شفتش الزورق مائي داخل يعني وكيقوم بالصيط مكيناش يجي من أجل المراح وصراحة مكان جميل جدا في وقت الرابع ونصحكم أنكم تجوليه خاصة في نهاية الأسبوع وكي يكون المكان يعج بباب المصطفين نظرة الطبيعة خلابة وكي ترى وكي ترى وكي ترى المسألة يجب أن يتفادئ أن يترك الأسبال في السدود يجب أن يترك الأسبال في السدود الحفاظ على البيئة والحفاظ على المياه والحفاظ على الأسماك والحفاظ على الطيور والحفاظ على الطبيعة بشكل عام وكي ترى يجب أن يترك الأسبوع وكي ترى وكي ترى وكي ترى السمكة وكي ترى السمكة الأولى وكي ترى السمكة الثانية وكي ترى الرسالة وكي ترى السمكة وكي ترى السمكة وكي ترى السمكة والحفاظ على الحفاظ الذهاب وكي ترى وكي ترى ترجمة نانسي قنقر